الكتاب المقدس نبتدى نتعلم أكتر عن شخص الله كل هذه الأشياء موجودة في الله لكن ممكن كانت مخفية إلى أن جاء الابن جاء يسوع اللي هو الإعلان الكامل أظهر محبة الله وتجسد الكلمة الإعلان الكامل حتى ندرك الله فإن اللي ممكن يعني من خلال هذا الإعلان اللي اللي هو عبارة عن سلسلة إعلانات نفهم فكر الله يعني جميل اللي أشارت إليه ويفكرنا ده مصمور 19 الآيات الأولى من مصمور 19 بكلمنا عن هذا الإعلان الكوني اللي حتى القبائل البداية تقدر لأن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه بلغة رمية الصحة واحد لأن أموره أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات أي قدراته السرمدية وأولوهاته حتى إنهم بلا عثر لكن بعدها على طول يكلمنا عن إعلان أكثر شمولا ووضوحا فيقول نموس الرب كامل يرد النفس فمثلا في السمى أنا شفت حكمة الله وشفت قدرة الله صح بس هل الله قدوس السمى ما قالت ليش هل الله محب السمى ما قالت ليش هل الله بار ما قالت ليش السمى قالت لي أنه قوي أنه عظيم أنه قادر قدراته السمى دي لكن الحاجات الثانية اللي أنا قشرت إليها الكتاب المقدس أله هلنا لكن زي ما حك تفضلت أيضا هناك الإعلان الأكمل اللي هو الرب يسوع المسيح الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فعندما رأينا المسيح رأينا الله لدرجة أن المسيح عاتب في لبوس في ليلة العشاء الأخير وقال له أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا في لبوس ألس تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه فكيف تقول أرين الآب الذي رآني فقد رأى الآب